يتابع وزير الخارجية سمح شكري استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجرى بها الانتخابات وذلك لاستقبال الناخبين وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة ووجه شكري بتوفير كافة الإمكانيات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات داعيا المصريين في الخارج للتوجه إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع مشيرا إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور